اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً أرث الأخوان أحمد ورضى عن أبيهما حقلاً في شكل مستطيل طوله ثلاثة على اثنان عرضه أحاطاه بسياج حديدي وترك مدخلاً عرضه أربعة متر بلغت كلفة السياج بالدينار تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر بحساب سبع وعشرين فاصل خمسة دينار للمتر الطولي الواحد وبعد مدة اقتسم الأخوان الحقل وفقاً لما يبينه الرسم بحيث نال أحمد القطعة عدد واحد التي يمثل قيس مساحتها اثنان على ثلاثة قيس مساحة القطعة الثانية وقدر ثمن المتر المربع الواحد من الحقل بأربعين دينار أحدد بعدي الحقل الإجابة لمعرفة بعدي الحقل أحسب طول السياج ومنه طول المحيط ونصف طوله إثر ذلك سنتمكن من معرفة قيس الطول والعرض للحقل طول السياج كلفة السياج بالدينار على ثمن المتر الواحد 9515 على 27.5 يساوي 346 متر طول محيط الحقل طول السياج مع عرض المدخل 346 مع أربعة يساوي 350 متر نصف المحيط 350 على 2 يساوي 175 متر نعلم أن نصف المحيط يساوي الطول مع العرض أي 175 متر يساوي العرض في 3 على 2 مع العرض 175 متر يساوي العرض في 3 على 2 مع 1 175 متر يساوي العرض في 5 على 2 مع العرض يعني العرض يساوي 175 في 2 على 5 يساوي 70 متر بالتالي فإن الطول يساوي 70 في 3 على 2 يساوي 105 متر إذن بعدي الحقل 105 متر و 70 متر أحدد قيس مساحة القطعة التي نالها كل منهما الإجابة مساحة الحقل 175 في 70 يساوي 7350 متر مربع 7350 يساوي المساحة الأولى مع المساحة الثانية 7350 يساوي المساحة الثانية في 2 على 3 مع المساحة الثانية 7350 يساوي المساحة الثانية في 2 على 3 مع 3 على 3 7350 يساوي المساحة الثانية في 2 على 3 مع 3 على 3 ومنه فإن المساحة الثانية وهي مساحة القطعة التي نالها رضا 7350 في 3 على 5 يساوي 4410 متر مربع المساحة الثانية في 3 على 3 على 3 على 3 على 3 مع المساحة الثانية المساحة الثانية التي نالها أحمد المساحة الجملية للحقل إلا المساحة الثانية 7350 إلى 4410 يساوي 2940 متر مربع أحدد بأكثر من طريقة قيمة التعويض الذي سيدفعه أحدهما للآخر لتكون القسم بينهما بالتساوي الإجابة الطريقة الأولى قيمة الأرض المساحة في ثمن المتر المربع الواحد 7350 في 40 يساوي 294 ألف دينار نصيب كل واحد بالتساوي 294 ألف على 2 يساوي 147 ألف دينار قيمة القطعة التي نالها رضا مساحة القطعة الثانية في ثمن المتر المربع الواحد 4410 في 40 يساوي 176 ألف أربعمائة دينار ما يدفعه رضا لأحمد قيمة القطعة التي نالها رضا إلا نصيب كل واحد منهما 176 ألف أربعمائة إلا 147 ألف يساوي 29 ألف أربعمائة دينار الطريقة الثانية لمعرفة كم يدفع واحد منهما للآخر أطرح مساحة قطعة الأول من مساحة قطعة الثاني أقسمه على 2 وأضربها في ثمن المتر المربع الواحد 4410 إلا 1940 على 2 في 40 يساوي 29 ألف أربعمائة دينار ترجمة نانسي قنقر